السلام عليكم يا جماعة. ببداية الموضوع بحب عيدكم بشهر رمضان المبارك. الله يتقبل مننا ومنكم صيامنا وأعمالنا. ويا رب يكون شهر خير علينا جميعاً. بما أنه شهر رمضان نحن سرنا فيه. في عندكم أنتو الأشخاص بتنقسم الأسمان. الأسم الأول بروح على العبادة. الله يتقبل منهم هذا شيء جداً ممتاز. والأسم الثاني بروح على المسلسلات وطق الحنك وهدر الأمور. فاللي أنا قررت أعمله يا جماعة أنه ندخل محتوى جديد على القناة. هو محتوى كمان كمبيوتر وتجميعات وكل هدر الأسس ما هيكون فيه شيء يعني بالنائس. بس ما فيه أرقام. هيكون فيه تجميعة صراحة كثير خرافية. تجميعة كثير قوية. أريل ما تشوف مننا أنت بين اليوتيوبرز العرب لأنه أساساً هي بتاخد وقت. مش لأنه ما بيعرف. بس لأنه هي بتاخد وقت كثير. لذلك أنا هنا منتظر منكم صراحة دعمي كثير قوي. لأنه يمكن ما تدخل بمحركات البحث. ما سيحدث هنا أنه تجميعها خارجي شوية عن موضوع أنه يبس حط سبيو وكارت شاشة والموتر بورد والشغل وشوف أنت بطلع معك فريمات. سيتحور الكيس كل ياتا. شايفين فيه أنان وفيه أساس غريبة فيه أساس بدهان وأساس من دون دهان. سأخبرك أنا هلأ عشان أعطيك بس تصور عن الكيس هذي كيف هتكون. لتكون أنت عارف أنا شو اللي ببالي وشو اللي هتشوف أنت بآخر جزء مننا لهذه السلسلة هي ممكن تطلع ثلاث فيديوهات أو أربع فيديوهات. شوف هلأ أول شي الفكرة اللي أنا طالع ببالي. الكيس يا جماعة هتكون تحت مسمى تجميعة اليورانيوم. ليس سميت أنا تجميعة اليورانيوم لأنه المواد التي فيها هتكون كلها باللون الأخضر الماء يعني السائل اللي ماشي بالتبريد الماء المفتوح هيكون باللون الأخضر. ستكون هي على شكل مصنع يعني الكيس سيكون على شكل مصنع. أنا حاولت أن أقشر البايا كلهات اللي موجودة على الكيس عشان أعملها من دون لون نهائياً. الخطوة الثانية ستكون فيها أن أنا سأعملها بلون مصدة يعني لون الصدى. لون يكون كثير قديم عشان تبينوا أن هي مصنع قديم ومصنع بقلبه. بصير في قلبه أمور كيميائية. وعلى فكرة إزالة الدهن يا جماعة صارت بأمور كيميائية فأنا ما منسحك أنك أنت تعمل أزام عندك خلفية على الموضوع. لأنه كثير خطر للجلد وخطر للعيون وريحتهم كمان جداً سيئة للشخص. اللي حيصير هاني كمان يا جماعة أنه مثل ما قلت لكم حتصير على شكل مصنع كثير قديم. حيطلع أول شيء من عندنا الردياتير حيكون من برات الكيس طالع منه أنبوبان. أنتو تعرفوا هذور الأنبوبان يلي هو هيكون بشكل أساسي هو اللي هيطلع الماء منه. هذا بالتصور. ما بدك أنت بأرض الواقع. سيفوت هذور الماء على قلب هذور الأنينتان. يلي هنحن نسميه، خلينا نسميه الأنينتان التحويل من السائر العادة للسائر اليورانيوم. سيكون اثنان، واحد من الجهة اليمين وواحد من الجهة اليسار. سيطلع منهم من قدام أنبوبان يلي بقى صاروا باللون الأخضر. دخلوا ماء من هنا، سيطلع من قدام باللون الأخضر. سيطلع على رزرفوار الثاني من قدام، سيتجمع فيه هذا الماء. سيكون قاطع من الجهة الثانية جنبه في لوميتير اللي هو في قلبه مروحة صغيرة من جوا عشان بس نعطيه شكل صناعي أكثر. سيدخل الأنبيب من ماء للتحت. يمشي بقلب الكيس من جوا. الأنبيب. ويرجع يطلع من الوسط من هنا. شي منهم سنقسم يروح على المضخة. اللي هي كمان ستكون باللون الأخضر. والقسم الثاني سنقسم ويروح على المعالج. عشان يتبرد فيه المعالج. الآن كل الشغل من جوا سيتغير لونه. الموتربورد سيتغير لونه. سيصير فيه أمور وتفاصيل وإضاءة مفوق. يعني سيقوم بعمله من جوا على شكل مصنع. سيكون فيه تحذيرات خطر أنه هذا مصنع مواد كيميائية ما تقرب. وأمور ستكون كثيراً حلوة. هذا فقط نظرة مبدئية عن الموضوع. بدون أي تأخير. دعونا نروح نجيب المأدع. لنبدأ نفرد بالكيس. لأن هذا يجب أن تفرد قطعة أو قطعة. ما يكون أولاً واحدة على الثانية. سأبدأ أولاً بهذه الخطوة. سيكون الجزء الأول تغيير اللون. وكل هؤلاء التفاصيل. وهي متعلقة بالشكل العام للكيس. ومن بعدها بقى القطعة. وآخر شي بقى التجميع والشكل العام للجزء الثالث أو الرابع. وعلى حسب الشغل سيكون. وكيف ستأخذ معنا وقت. من دون أي تأخير. دعونا نروح نبدأ. طيب يا جماعة. المرحلة الأولى بالصبغ دائماً هي تشليح الكيس من كل الأكسسوارات اللي ركبين عليها. يعني أنا فكات كل قطعة التجميع القديمة والرجلين. وستند أوف للمدربورد. ولأن الشغل هالمرة بدي يكون أعمق. مش قلني يلا رش بره بره أي صبغ وخلص. لا أنا بدي الصدق يفوت لأدق التفاصيل فيها للكيس. وبين تفاصيل الحديد. فرطت أنا الكيس شقف. فكات التبشيم اللي كانت ركب عليها كل ياتها باستخدام الدريل. ما أنا محتاج يعني لأوة كتير كبيرة. دريل صغير بسيط بمشي الموضوع. خلات كل شقفة حديد منفصلة عن الثانية. وطبعاً بين كل خطوة والثانية. كان لازم أنا أعمل هيك ضربة تنظيف صغيرة. لأنه كمية الغبرة وإشر البويل اللي بتنزل. كتير كبيرة يا جماعة. فبتعب ستديو بالكامل. المهم هلأ قشت المرحلة الصعبة لأزالة الصبغ القديم. استخدمت مادة مكتوبة عليها على العلبة. ما أم أي أس. كان جداً كافياً. وصراحة لأنني اشترات أنا نفس المنتج من شركة معروفة بأماركا. فأنا كنت واسي بالاسم نوعه حيكون ممتاز. لكن صراحة نطلع بطاطة يعني حتى بعد 48 ساعة ماشاء للصبغ. ورجعت طبقت أنا المواد الأولى اللي هو البينت رموفر. بالفرشاية صرت ادهانة على الحديد. وبخلال تقريباً عشر دقائق أشرت الصبغ يعني لنسبة كتير كبيرة. ولأن الصبغ هو أساساً معمول غلطي. يعني أنا وقت اللي كنت عمالة بصبغة باللون الكحلي والأصفر. كانت أنا عمالة بعمل غلط ما كان عندي خبرة كبيرة. وصبغ الشركة هو أساساً اللي باللون الأبيض هيدا بنسميه صبغ ناري. أو ممكن نحنا نسميه يعني نحنا بنسميه فورني. هذا كتير صعب إنه هو ينشال من أول مرة. فكرمال هيك رجعت طبقت أنا المادة يمكن مرتين أو ثلاث مرات. يعني كرمال تشيل على أكبر قدر ممكن لأنه بقى في شوية تفاصيل صغيرة. هؤلاء التفاصيل كان لازم أنه يصير فيه تدخل خارجي من قوات المسلحة اللي هو الدريل الصناعي مع فرشاية بولاد. انزبطت الوضع 100% كل التفاصيل الصغيرة وكل بقاية المشحات اللي بقال بالزوايا واللي على أطراف الكيس اللي ما قدرت تطلع بهذه المواد كان الدريل يعني كان عمال يقضى عليهم 100% هنا أنا انتقلت للمرحلية اللي بعدها اللي هي أكسدة الحديد اللي حتى لو يوصل لمرحلة الصدى الطبيعي. لأن أنا ما حبت رش بلون صبغ يعني الصدى هو موجود بتلاقي انت بالمحلات بس ما بيطلع واقعي. يعني هيك اللون اللي أنا عم بعمله هلأ حيطلع فعلاً واقع كثير هلأ بتشوف النتيجة. وأساساً لأنه المواد الكيميوية لإزارة الصبغ كثير قوية فبلش أسل الحديد لوحده يصدي يعني بدون ما أنا أعمل عليه أي تدخل خارجي. بس أنا لأسرع عملية الصدى والأكسد أكتر جبت ماء عادية من الحنفية مع نصف كوب من خل أبيض ومعلقت ملح ودخلتهم على الفرن وألف صحتين. لا بمزح ماكن أنا. جبت هيدور المواد اللي هن الخل والملح والماء رشيتهم على الحديد وتركتهم بالشمس تقريباً لنصف صيعة. وعدت هيدا العملية تقريباً شي ثلاث مرات. بس بق الصدى خفيف يعني منه متل ما أنا متوقع ومنه متل ما أنا بديه. لأوأ أنا عملية الصدى لأعلى درجاتها استخدمت مطاهر للجروح. هو اسمه الكيميائي أو اسمه على العلبة. الإيدروجين فيروكسايد. أو بلفظنا نحن العمية من سماء أكسجين. مطاهر الجروح وخلس انتهى الموضوع. خلطته كمان مع ربع كوب خل أبيض. ورشيته رجعت أنا على الحديد المصدى من اللي أنا ضفت قابلي. اللي هو الخل والمي والملح. المواد اللي ضفتها أول مرة. وهذا لما أنت تضيف هيدا المواد هيدا بتكون نتيجته بنفس اللحظة. يعني بتشوف أنت الأكسد كيف عمال تصير قدامك والفقعات وهذه الأمور. فطبعاً إذا كنت تريد أن تفعل ذلك في الوقت لا تنسى أن تلبس الكمام والجلوفز كثيراً مهمين يا جماعة. لكي تحمي رواياك من الإمبعاثات التي تظهر على أنه يمكن أن تكون خطر على صحتك. الآن الصدى يا جماعة مادة مثل البودر. تظهر على وجه الحديد. وخاصة إذا كنت مفتعله. يعني الحديد من أنه عمال يتاكل فعلياً من داخل. فبتصير هذا البودر الذي تظهر يطبع لونه على كل شيء. على إيديك، على المكتب عندك، على القطع. لكي تثبت اللون ولا يتجرح أو يذهب. وكريميل، نوقف نحن عملية الأكسد. ولا تبقى ماشي مع الوقت، يجب أن الكيس أو الحديد كلياتهم نرش بطبقة عازل أو نحن نسميها أيضاً اللقر. نسميها أيضاً كما تريدك. لكن هذه المهمة تأتي طبقة شفافة. ترشها لكي توقف كل شيء. وبطل فيك أن تفعل أي شيء من فوقه وتحمل الكيس من هنا يتجرح. لكن قبل أن نرش هذا الصبغ، كنت محضر قليلاً تصاميم على أشكال نووية لا تكون معمولة باحترافية. ستكون معمولة بأشكال أديمة وقصص مجرحة وهذه التفاصيل. يعني يجب أن تكون واقعية لأعلى الدرجات. فحطيت أنا هنا التصاميم على جسم الكيس. غطيت كل المناطق المبدي يوصل عليها للصبغ. رشيتهم. وقبل أن ينشف الصبغ، أجبت ورقة وتعوشتها وصيرت تطبع فيها على الصبغ الذي أنا رشيته قبل أن ينشف. حتى يتمشح أكثر ويعطي طابع أنه صبغ أديم ومأشر ومنه معمول بطريقة احترافية. يعني هو يعمل لكم مصنع قديم. وطبقت كل هذه الخطوات على باقي التصاميم. في محلات أنا رشيت عليها لون زيادة اللون الأسود. لكي يعطي عمق أكثر للون. لأنه الألوان اللي أنا استعملون يا جماعة هو الأصفر والأورنج. فإذا رشيتهم لوحدهم حيصير اللون كثير فاقع. لكي يخفف من حدته. رشيت عليه اللون الأسود. وكمان عملت عليه حركة الورقة. لكي يتماشى أكثر وكأنه مجرح وأديم. يصير شكله حلو. وبعد ما خلصت كل شيء له علاقة بالتصاميم والدهان. وكلها دور الأمور. رشيت كل الحديد بالطبقة الشفاف العازلة اللي هي اللكر. حتى لا يذهب التصاميم أو يتجرحه. أو حتى كمان لون الصدى لا يصير يطلع على الإيدان. وانتبه أنه من بعد ما تعمل أن هذه طبقة الحماية أو طبقة الصبغ العازلة. من الصعب جدا أنك ترجع أن تصبغ عليها أي شكل تاني أو أي تعديل عليها. لأن هذه الطبقة لا تقبل أي صبغ عليها ويصير يطلع. يعني أي شيء جديد تضعه في فوق منا يصير بجرح ويوقع ويطلع. المهم هلأ أنه ما بعد ما خلصت كل شيء رجعت جماعة الكيس بشمتها مثل ما أشت من الشركة تماما كل قطعة مطرح مكاني. استخدامت أنا مسدس للتبشيم على نفس مقاسات المسامير اللي هن كانوا أساساً موجودين من الشركة. طبعاً كمان رجعت رجعت أكسسوارات الكيس من استاند أوف والرجلان والفلاتر لإزاز. يعني كل شيء تقريباً رجعت رجعته مثل ما كان أساساً حتى كمان اللوح لإزاز الأدماني واللوح الحديد اللي وراء. بس خلات أنا أزرار التشغيل واليو اس بي هيدا اللي هي بتيجي كليات قطعة مع بعضها لأنه اللي معي شغل تاني بدي أشتغل كمان بلونها. وهيدا حتكون النتيجة تقريباً المبدئية للكيس قبل ما نضيف علي القطعة. موسيقى طيب يا جماعة صراحةً النتيجة طلعت فعلاً أسطوريه يعني لايكو لون الصدى تقريباً طالع مية بالمية مثل ما أنا بديها حتى كمان التصميم لايكو هاني شو عملت عليا وحتى كمان صدات هيدور الأنان تتذكرون أن تكونوا باللون الأصفر يعني الصب. لا هلأ صاروا تغير شكلهم نهائياً. المهم هلأ أن الخطوة الجايحة تكون هي استعراض القطعة اللي حنحطهم بقلب هيدا الكيس وتغيير لونهم كامل مش بس استعراضهم. ممكن يتفيدك أنت هيدا المرحلة لو حابب تغير لون الصدف عندك مثلاً أو شيء قطعة من الصدف من الأسود للأبيض اللي يزبطوا كلاتهم مع بعض. فصير أنت تعرف كيف تمشي هيدا العملية. المهم هلأ أنه بديك أنت تعطيني رأيك بالتصميم بشكل عامي. يعني لايكو هيدا ظهر الكيس من ورا. لا هلأ كيف الشغل المبدئي يعني هل عاجبك هل كل شي تمام تكتبه تحت بالتعليقات وما تنسى أهم شغلي به هيدول الفيديوهات أنك أنت تعطينا اللايك وتعمل الشارك كثير ضروري لأنه هيك نوع شغل ما بفوت بمحركات البحث لليوتيوب. بس هيك وتشترك بالقناة إذا بعدك جديد فعل زر الجرس ليوصلك إشعارات بالمقاطع جديدة وبشوفكم إذا أراد بالحلقة التانية والسلام عليكم. اشتركوا في القناة